بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشهر الأنبياء وعلى أهل المتابعة وعلى أهل المجمعين اللهم اوكل لنا ومشيخنا والحاظنين جميعا كتاب جلال أفهام في فضل الصلاة والسلام على خيلنا محمد عليه الصلاة والسلام فصل الموطن السادس من مواطن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة هذا الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموطن عند إجابة المؤذن وعند إقامة الصلاة نعم نتبع لهذا حسن الله لما روى مسلم في صحيحه لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا رقم واحد مشايخنا السنة عند الأذان الله يرضى عليكم هذه نقطة مهمة ونذكر فيها ليس معنا السنن أن نتسهل فيها يعني الأدم مع الله لو أننا جاك اتصال مهم أو كذا حتى تجدنا كلنا ذلك الرجل تخرج من المكان تماما لكي تجيبه صح أو لا؟ صح؟ صح؟ توقف الدرس أو توقف الكلام وكذا بالله بس دليل أجيب وارجع ثاني فما أعظم أنك تجيب النداء فلا مانع إذا كنا نحن حتى وإن كان استحبابا أخي المبارك ما في مانع إذا كالله خير أنه نتوقف قليلا عما نحن فيه ونجيب ونجيب النداء لما فيه من الأجور العظيمة لما فيه من الأجور العظيمة هذا رقم واحد إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن وجه الدلالة الأخرى هل كل نداء قالوا حتى وإن كان في الراديو قالوا إن أذن أكثر من مسجد وجهها للعلماء قالوا أن تجيب المسجد الذي ستنوي الصلاة فيه والوجه الثاني قالوا لا منع أن تجيب كل المساجد مرات من رحمة الله تلقبيتك يحدي بعدة إيش؟ مساجد قالوا لك أن تجيب المسجد اللي أنت ستصلي فيه ناو أنك تصلي فيه قالوا ولا منع إن أجبت جميع المساجد نعم إذن أول شيء طيب تأتي الحيعلتين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح جاء من حديث إلا في الحيعلتين أنك تقول لها حولها ولا قوة إلا بالله واضحا بعد ما انتهيت أنت من إجابة المؤذن كما يقول تصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام والصيغة الصلاة الإبراهيمية هذه السنة ليه؟ الثانية السنة الأولى تجيب المؤذن سواء كان في راديو أو في تلفاز أو في أي شيء السنة الثانية أنك أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الإبراهيمية نعم ثم صلوا عليها فإنه من صلى عليها صلاة صلى الله عليه بها عشرة عليه الصلاة والسلام ثم سلوا الله لها الوسيلة الثالثة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة ما فيش والدرية العالية الرفيعة ولا فيه آتي سيدنا محمد هو سيدي وسيدك ولا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن ليس هذا الموطن فيه لفظ سيد نتبع اللجاء عن مين عن المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته في رواية عند الطبرار وعند الدرقط وبيقين أنك لا تخلف المعاد بعض أهل العلم أعلها والبعض الآخر وصلها فلا بأس إن قلتها ولا بأس إن لم تقلها الأمر فيه ساعة هذه إذن الأول شيء أردد مع المؤذن أصلي على النبي بالترتيب ثم بعدين نقول إيش الوسيلة فأي أفهم أن تسأل الله لي خلاص مش عايزين بقى نحن نقول للبهلد مش عايزين خلين ما تقولوا ما تقولواش حاجة اتبعوا ما هو وارد عند تبغى تقول شفاعة تجزاك الله خير عندك من الأذن والإقامة في إيش؟ في دعاء ادعي بما شئت من خير لدون آخر لكننا نقول نودية اجعلوها يا أحبابي قاعدة مضطردة عندكم وانشرها بين الناس في الذكر اتبع ما هو وارد خلاص إما أن تزع من كلامك أحسن من كلام النبي هذا هو الحياة بالله بلوة كبيرة أو تزع من النبي ما بلغش ما يجب أن يبلغه لمين؟ لأمته من تمام الكلام إيش بيقول أول الدعاء اللهم رب هذه دعوتي التامة ما فيش فيها نقص عشان أنا أفعد إيش؟ أدخل وأرقع فيها من تلقائي نفسي والأمر الثالث المهم يا أخوان الذي يكثر جزاك الله خير من التنطع والزيادة يحرم بركة الأذكار لا تجد أن الذكر يغير فيه شيئا ليه؟ لأنه متنطع كل مرة جالس إيش؟ يرقع ويزيد ثم يأتيه الشيطان والعياذ بالله فيزين له ذلك فتجد له وردا يختلف عن أوراد النبي جملة وتفصيلا عليه الصلاة والسلام فيؤدي به ذلك للدخول فين؟ مع أهل البدع والعياذ بالله انتبهوا جلس الشيطان لابن آدم بالرصد وأتاه من عشرة أبواب من الكفر فإن جاءه من البدع فإن جاءه من المباع فإن جاءته من السنة فإن جاءته من الزيادة فإن جاءته من النقصان فإن جاءته من المعصية فإن جاءته من الوسواء وهكذا فانتبه اتبع ما هو وارد وحرص على فعله فقط لا زيد في شيء نعم فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو الله من صلى الله عليه وسلم أيوة نعم فمن سأل الله لي الوسيلة فمن سأل الله فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتك شوف شوف الكلام إيش لازمتها شوف كلام النبي عليه نوري يا فواني عليه الصلاة والسلام إيش لازمت ما هو لك خلاص حتقول الكلمة دي جزاوها إيش شفاعة طب وإيش لازمتها أنك إنت تزيد من عندك ولذلك أخواني خدوها قاعدة أسعد الناس برسول اكتبها هذه أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة أما المبتدعة من نقر الدحديرة من بدعة البدعة أحد الناس من السودان ابنه كان شيوعي ملحد هو رجل عالم ابتليه في الوردة ثم دخل عليه يوما لابس أخضر فأخضر وسبح ألفية فرقبته قال له يا ولدي أنت من بلوة البلوة من الشيوعية دخلت في الشركيات والصوفية والسمانية والتيجارية قال له أنت ولدي من بلوة البلوة الله يتبع عليك فهكذا تجده دائما إيش مترددا متقلما أما أهل السنة والجماعة ناس خلاص ولذلك جاء رجل الحسن البصري يقول له الله في السنة والله قال هذا تائه عن ربه فدعوه هذا مش عارف يعبد من هذا أما نحن فقد عالفنا ربنا وأخبرنا عنه قرآننا ونبينا آمنتم من في السماء الرحمن على العرش استهى أين الله؟ قال إنها مؤمنة فاعتقها نعم فقال الحسن بن عرفة قال حدثني محمد بن يزيد الواسطي عن ابن عوام ابن حوشب قال حدثنا منصور ابن زادان عن الحسن قال من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال قال المؤذن قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صلي على محمد عبدك ورسولك وابن الهودة رجل وسيلة في جنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا الحسن البصري رحمه الله ويرسل المراسيل وفي هذه قال خالفت حديثا صحيحا فتضطرح ولا يعمل ولا يعمل بها يبقى على ما هو عليه بعض أهل العلم في مسألة الإقامة وهذا اختاره بعض أهل العلم قالوا لا نرى الإقامة من الأذان إنما هذا خرج ما خرج الغالب وقال بعض آخرون بل الإقامة ندا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة يقصد الأذان الأول المعروف والأذان الثاني هو إيش هو الإقامة فيخرج في المخرج الأعام بين كل أذانين فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا فدخلت تحت حديث إذا سمعتم النداء نعم أما قول القائل إذا قال قد قامت الصلاة أقامها الله أدام هذه بدعة قولوا مثلما يقول المؤذن تقول قادة أقامة الصلاة نعم وقال يوسف بن أصباك بلغني أن الرجل إذا وقيمت الصلاة فلم يقول وهذه من بلغات يوسف كما هي بلغات مالك وغيره من أهل العلم نعم اللهم ربها هذه الدعوة المستمعة المستقاب لها صلي على محمد وعلى آل محمد وزوّقنا من الحور العين قال الحور العين ما أزهدك فينا وفي إقابة ما أزهدك فينا آية وزوّقنا من الحور العين نعم قالت الحور العين ما أزهدك فينا نعم ما ننشأ يعني ما أرخصك فينا نعم وفي إقابة وفي إقابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله إذن هذا كله من بلغات والبلغات من أباب الضعيف والمنقطع إذن يبقى العمل بماذا بحديث عبد الله بن عمر بن العاص هو صحيح نعم قد اجتمل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ثلاث منها نعم والرابع أن يقول ما رواه مسلم عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا إلا غفر له دنبه وقال مشائخنا ولا يسوغ لك هنا أن تكون وضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ما فيش نص الله عليه وسلم وهذا ولود في أذكار الصباح والمساء ما فيش صلى الله عليه وسلم ما تقولش صلى الله عليه وسلم تبع تماما ما هو ما هو والد عيد هذه السنة الرابعة هذه حديث أدنى من قصر وحديث صحيح نعم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله قالوا متى تقولها قال إن أردت أن تجعلها بعد السنن الثلاث الذي ذكرناها أنك تقال ردد مع المؤذن وبعدين أرى ما رب هذه الدعوة إيش التام والصلاة القيامة محمد الوسيلة الرضي الله وبعدين تقول هذا الدعاء ردد بالله ربنا وإسلام دينه محمد نبيا ورسوله والخامسة أن يدعو الله بعد إقابة المؤذن والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤاله له الوسيلة لما في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله ابن عمر أن الرجل أن قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يفضلوننا خلاص عدوا المؤذنين المؤذنين تنصي عناقا يوم القيامة يفضلوننا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فاسأل تعطه فاسأل تعطه هذا فاسأل تعطه يعني سأل الله عز وجل إنما هذا إنما هذا يكون بين الأذان والإقامة أما السنن الواردة بعد الأذان الترداد مع المؤذن ثم الله وما ربه هذه الدعمة التامة ثم التهليل وقول ربنا ومسلام دين محمد نبيا ورسوله نعم وفي المسند من حديث قابل ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلي على محمد وارضى عنه رضا لا سقط بعده استقاب الله له دعوته دعوته وهذا كل حديث فيها معتلة ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أورد كل ما جاء فيها من باب علم ما هو صح وما لم يصح ثم جعل لو تعرفون من منهج العلماء جعل حديث الباب وحديث الاستدلال هو أول حديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص عند الإمام وهذا مسلم وهذا منهج العلماء يجيب لك أول حديث هو هذا حديث الاستدلال الذي يستدل ثم يورد بقية الأحاديث في الأمل لتعلم صحتها من ضعفها نعم وفي المستدرك الحاكم من حديث أبي عوامة رضي الله عنه صديق بن عجلان نعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان قال اللهم ربها هذه الدعوة الصادقة المستجابة المستجابة لها دعوة المستجابة لها المستجابة لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها واحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملني يوم القيامة وهذا أيضا فيه مقا الله يصح نعم فهذه 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ خمسة صلاوات لا يحافظ عليها إلا السابقون هذا وصل الله وعلى آله وصحبه الله صلى الله إذن الملخص تقول مثلما يقول المؤذن وعندك الأحولة والأقوة الأول في الحيعلتين اللهم ربها هذه الدعوة التامة وبعدين التهليل ورضيته بالله ربنا وإسلام دينه محمد نبيا ورسوله نعم ثم الدعاء بين الأذان ما فيش كل هذا لا حول ولا قوة إلا لا هذا غير سائر وغير جائز لا كل هذه إضافات غير صحيحة فهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد على قولين إذن عندك خمس جمل أربعة والخامسة إنك لا تخلف المعاد هذا تضبطها كذا نعم فضل ماذا بقي معنا